كبة لبنية بصل صغيرة مقطعة إلى 4 أرباع قشر ليمونة واحدة عرق نعنع طازج رشة ملح رشة شلفل أسود ومئتا غرام لحم غنم هبرة للحشوة ملعقتا طعام زيت نباتي زائد كمية إضافية للقلي بصلتان متوسطة طعام مفرومتان ناعما أربعمائة وأربعون غرام لحم غنم هبرة خال الدهون مفروم مئة غرام أو ثلاثة أربعة الكوب جوز مفروم ربع ملعقة صغيرة فلفل أبيض ربع ملعقة صغيرة زجبيل مطحون ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود وربع ملعقة صغيرة ملح سلسة اللبن واحد كيلو غرام لبن رائب ملعقة طعام نشاء الذر نمزوج مع مئة ميلي لتر ماء ملعقة صغيرة ملح 50 ميلي لتر كريمة طبخ الزينة ملعقة طعام صنوبر محمص وملعقة طعام أوراق طرخون طازج طريقة التحضير لعجينة الكبة ننقع البرول في مئة ميلي لتر أو نصف كوب ماء بارد لمدة 30 دقيقة نضيف البصل وقشر الليمون والنعنع والملح والفلفل الأسود إلى البرغول ونفرمه بالفرامة الكهربائية لمرة واحدة نضيف اللحم إلى الخليط نضيف القليل من الماء لتسهيل عمليات الفرم ونفرمه بالفرامة الكهربائية لمرتين إضافيتين ثم ندعكه قليلاً باليدين طريقة التحضير للحشوة نسخن الزيت في مقلا ونطهو فيه البصل حتى يذبل ثم نضيف اللحم ونطهو لمدة 5 دقائق نضيف الملح والفلفل الأبيض والفلفل الأسود والزنجبيل ونحرك لمدة دقيقة واحدة نرفع اللحم عن النار ونضيف الجوز مع التحريك ونضع الخليط جانباً حتى يبرد تجهيز الكبة نقسم من العجين القطعة بوزن 20 غرام نلفها بشكل دائرة نغمر أصابعنا بالماء وباستخدام السبابة نصنع تجويفاً في المركز ونوسع التجويف قدر الإمكان دون ثق به نضع ملعقة صغيرة من الحشوة في قرص الكبة ونكبس الحواف المفتوحة لنغلق الكرة نعيد هذه العملية حتى تنفق قطعة العجين صلصة اللبن نخفق اللبن جيداً ثم نصف فيه بمصفات ناعمة الثقو نطهو اللبن على نار متوسطة مع التحريك باستمرار نضيف الملح ونغلي المزيج نضيف الماء ونشاء الذرة وكريمة الطبخ بشكل تدريجي أثناء الخفق بنشاط حتى يصبح المزيج متوسط السماكة نضيف أقراس الكبة في اللبن الذي يغلو ببطء ونطهوها مدة عشر لقائق مع التحريك بلطف بملعقة خشبية ننقل المزيج إلى طبق التقديم ونزينه بالصنوبر وأوراق الترخون